أنا مرحب بحضراتكم الثاني وبنطلع حضراتكم كالرأي العام ومع أنا سيدة الصفراء رؤساء بعض اللجان المشرفين على الأمالات الانتخابية بالنسبة للتصويت المصرين في الخارج مبدأياً إحنا نشغالين 103 لجنة قاومة العمل بالفعل في اليوم الثاني تم غلق لجنة واحدة اللوهية نيوزيلندا بتمام انتهاء اليوم الثاني للتصويت كان عندنا بعض المشاكل الفنية متعلقة بالقائم على إدارة المنظومة في سفارة الرياض خرج عن المنظومة بتاعة التعامل بتاعة الهيئة ولكن تم تدخل الفريق التقني وعادوا مرة أخرى عندنا بعض البطاقات في بعض السفارات ما كانش بيتم قرائتها بالفعل وتدخلنا وتم حل المشاكل أول بأول وبرضو بنتواصل مع السادة السفراء لتخلص هذه المشكلة أو تقلصها على قدر المستطاع برحب بحضراتكم طبعاً وصباح الخير عند حضراتكم وبشكر حضراتكم شخصياً بأن أنا شرفت بالتعامل مع حضراتكم أنتوا أهلاً لهذه المهمة بالنسبة لسيادة السفير صام حنفي في الصين أو في بيكين ممكن حضرتك تطلعنا عن الموقف عند حضرتك في اليوم الثاني إن شاء الله في الانتخابات إن فيه أي مشاكل تقنية عند حضرتك أو أي أزمة بسم الله الرحمن الرحيم سيدة المصرح الرحمة بيب الداري مدير جانس التنفيذي سهل زملاء ومصباح خير على المشاهدين مصرين أعزاء من بيكين بارد حقيقة إحنا إلى تساعة ربعة في عصر بتقويت بيكين اليوم الثاني الانتخابات الدكتراء المصريين في الصين بتم التسويت في بيجين وشانجهاي الآن الحمد لله العملية ماشية بسلاسة من صباحاً بالأمس في توفض مصريين سواء من العاصمة بيكين أو من بعد مخطوطات بعيدة خارج العاصمة لن نسجل حتى الآن أي مشكلة الحمد لله وطبعاً أنتاز بالفرصة لتوبيه الشكر الخاص لفرق الدعم الفني بالهيئة المنقر اللي لم يتدخل جهداً في تقديم الدعم الفني على مدار 24 ساعة بمفرق التوئيد طبعاً شكر يعني واجب وإحنا بنقاد وإبنا الوطني كلام الانتخابية هنا في الصين ومستغل المنظر المؤقر لتشجيع المصريين أثناء للتوافض حتى مساء غد إن شاء الله لأداء واجبهم المظهرين ونجاح العملية إن شاء الله أشكر معك فنم والتوفيق دائماً وأتواصل مع حضرتك على مدار اليوم إن شاء الله سيادة استفير خلدة عبد الحميد من سلطنة عمان كيف سيادتك فنم؟ ممكن تطلعنا على الموقف عند حضرتك فنم أهل المحادي سيدنا السشار أكرر نفس الشكر لحضرتك وللأخوة المعارمين في الدجرة الحمد لله إعداءنا اليوم من أرضا لفتاح قرر انتخابي في السلطنة الحمد لله الحمد لله ماشي بثلاثة وليسر في توافد وقبال ملحوظ الحمد لله اتصالا من اليوم الأول ان شاء الله أيضاً يعتبر بعض الأجازة فإن شاء الله سيبقى في أكبال من الأخبار الملتين الحمد لله لم تسجل البعثة أي مشاكل خالص كانت الأمور مرسرة وكانت الأمور ماشي بثلاثة جداً طبعاً كان فيه تنصير كبير مع الجانية المصرية من خلال النادي الجانية وغيرات التعظيمات باستخدام المصريين من عمزات البعيلة بخلات رفير وسائل الانتصال الحمد لله كان فيه أقبال بالذات في اليوم الأول ان شاء الله الواقع مرض أقبال الأرض وعلى مدار الساعة بسم الله الحمد لله لازم يحط الأمور ماشي بثلاثة شكراً 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 سيادة السفير محمد رسلان من الصين ممكن سيادتك تتلاقي على الموقف عندما عليك سيادة المستشار سامعني سامع حضرتك متفضل وشكراً بسامع حضرتك سامع حضرتك ونحن عندنا الساعة لانساعة ساخير في بكين وضح لوقت الساعة أربعة عصراً واللجنة افتتحت سامع حضرتك على الساعة السوراء العزاب واللجنة افتتحت عمالها اليوم الثاني في الساعة التاسعة صباحاً توقيت السين هنا ولن توجد أي مراحزات وموقف ممتاز ومشي بسلاسة وطبعاً الشكر واجب لفريد الدعم الفني أول ما تابعنا أي حاجة بقى ثلاثة أجي حاجة يوسع عندنا على اعتصاد بكم مباشرة لو في أي حاجة نتوصل معكم في بعض بعض يعني في توافد للناخبينكم البارح والنهاردة والموضوع لا يوجد السلاسة لا يوجد أي مراحزة تماماً فنم نحن متواصلين مع حضرتك ولو هناك أي مشكلة فنية مع حضرتك إن شاء الله شكراً جزيلاً لحالتك سيادة السفير خالد عبر رحمن من سول في كوريا الجنوبية سيادة المشارة أحمد بنداري بشكر حضرتك على كل الدعم والعاون لسيادتك في سول لا يوجد أي مشاكل فنية أو إدارية والعملات المتابية بتغيير بشكل في نوع فلاساً المواطنين بيتوافدوا بنتواصل مواطنين سواء في العاصمة سول أو في الموضن البيتر بالتأكيد طبعاً الأجواء مثل سافتيب عاصم حنف في فكيني يعني كتاب موضة صغير مبكرة للفتاة أتب أعمل 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 مواطنين أعمل أعمل مساءً أولاً أشكر الهيئة على الترتيب الصف والتنصيق الذي تم مع البعثات والاجتماعات الفنية التي تمت قبل عهد الانتخابات بفترة وده سهلت الحقيقة كثيراً من نحن البعثة الخارج ومنها البعثة التي أشكر في الفتوكيو الأمور يعني بتصير بشكل سالس ومنتظم منذ الأمس يعني الموعد كما نكررها دائماً من التنسعة صباحاً للتنسعة مساءاً البواعد المنظمة لمشاكة المواطنين نشرناها على صفحة الاتفارة وفي تطبيق العين أول بأول بالتغلى هذه النافذة ندعو أن نشجع المشاركة في هذا الاستحقاق الاتخابي المهيب أنا طبعاً مراعين أن المصريين بيعنتشروا بكاثرة أرجاء اليابان هذا الخبيط طويل مثلاً 3000 كيلو متر وبنقدر طبعاً من يشارك منه وشارك عدده وشارك عدد الآرضة شكراً فنم بالنسبة للسيد السفير محمد خليل في سيدني استراليا ممكن هكتفيدنا عن الموقف عند حضرتك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم أحضرتكم اليوم هذه الموقف هنا بيسير في تكن بلس منذ الأمس كالية المصرية على المدار اليوم التالي يمكن أن هذا الأقبال أكبر بأكبر الموابط ولكن لكم تلك المصرية أنهم يتكلمون بأكبرهم غير أن أعجبهم نستطيع أن هناك في النت تقطيع عند حضرتك إنما الموقف عند حضرتك لا يوجد أي مشكلة طيب فنم بشكر حددتك وأنا متواصل مع حددتك ساعة بساعة لغاية من شاء الله تمام الغلق يعني مع الشكر الجزيد لحددتك سيد السفير أحمد مصطفى سيد السفير أحمد مصطفى من سنغفورة تفضل فنم صباح الخير بتوقيت القاهرة مع المسكشور أحمد بن داري يعني أنا الحقيقة بأعتذك بس عن مشكلة معينة هي اللي محددتش الصورة على تظهر ولكن أنا يعني بتواجه لسيادتك وكافة الزملاء في التعم الفني وفي اللجنة بصفة عامة على كل الجهود اللي بزلوها حلال العيام الماضية بحيث ان احنا بدأنا مبالح الساعة تسعة الحمد لله بمتقى السلاسة واحد فلان برضو بطر من سيادتك وبطر من الجميع ان احنا ما عندناش أي مشكلة لا من الناحية الفنية ولا من الناحية الموضوعية لان كان كل التعليمات واضحها من البداية والحقيقة يعني جميع المواطنين المتفاهمين بما فيهم حالة من الحالات لم تتمكن من التصويت برضو احنا يعني اقتنعت بمتقى البساطة والأمور كلها الحمد لله دا مش هي تمام احنا دلوقتي برضو الساعة 4 في سنة فورة 4 بعد الظهر فتوقعنا من القجارب السابقة ان المصريين يكون فيه توافض اكبر يعني في خلال النص التاني من النهاردة وصباح الاحد لان في بعض الناس بتشتغل برضو يوم السابق زي ما بيقوله نص جميع لكن الحمد لله كل الامور ماشية تمام بفضل جهد حضراتكم وتهياتي لسيافتك ولكافة الزملاء شكرا يا فنم شكرا جزيلا فنم من حضرتك وبالتوفيق واما حضرتك فنم فضل فنم فضل ساد سافير خالد فضل فنم حضرتك طبعا سيطار التسهيل على الناس يعني بعض الناس حضر باللجنة بدون اصل الخطاقة او اصل الجواس بس عم صور واحنا سيطار التسهيل والتيسير هرد على سيطار التسهيل والتيسير معالش فنم معالش وضبعا الموقف أنا سبق أن قلنا الكلمة لحضراتكم أن سياداتكم رؤساء اللجان زو خبرة لكم رؤية في إدارة العملية الانتخابية ولكم خبرة سابقة فتقييم الأمر يرجع لكل رئيس لجنة في هذا الأمر العبرة في حقيقة الأمر أن سيطار التسهيل يجب أن تتحقق من شخصية الناخي عندنا مشكلة وجهتنا وكويس سياداتك أطرحت هذا على الرأي العام بالنسبة للأمر أنه عندنا بعض البطاقات فيها مشكلة في الإصدار وتم التصدي إلى هذه المشكلة بالتواصل الفني دعماً لها وتمكين أصحاب هذه البطاقات من التصويت بالنسبة لجوازات السفر برضو سيادتك أنا يعنينا التأكد من شخصية المواطن وتتحقق سيادتك بصفتك رئيس اللجنة أنه ذات الشخص اللي معاه صورة البطاقة أو جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية وبشكر حضرتك لإضافة دي أنا برضو أحب أقول لحضرتكم بقى الزمايين دلوقتي أنتم رؤساء اللجن بصفتكم رؤساء اللجن مشرفين ومع الهيئة الوطنية للانتخابات لازم حضرتكم تتأكدوا من صحة الناخب أنه ذات الشخص اللي موجود وتقدير الموقف يرجع لحضرتكم تماماً من حيث أنك على علم بهذا المواطن ومقاعدة بياناته أو مقاعدة بقاعدة البيانات تمكنه من الإدلاق بصوته فندم وما فيش أدنى مشكلة أي بطاقة سيادتك فيها مشكلة تواصل فنياً معنا همكنه مباشرةً لو تأكدت أنه مقاعدة بقاعدة بيانات الناخبية هنيسر تماماً لكل المواطنين في خارج جمهورية مصر العربية للإدلاق بصوته بشكر سيادتك سيادت السفير خالد على هذه الملاحظة بالنسبة للسيادت السفير أحمد عبد المجيد في جدة السعودية فندم يحب حضرتك توضح لنا أي مشكلة فنية عند حضرتك أو حاجة؟ نساء الخير على حضرتك وزناء الأعزاء في البعثات صباح الخير يا فندم عندك الأول جدة لسه فندم ساعة 11 يعني أنا ساعة 11 آه لسه مع الدناشة 12 صباح الخير يا فندم يعني مع فروق التوخيط تمام يا فندم فالله يخبر ليه يعني النهاردة توفن أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية في المناطق خارج جدة تمام مخصوصا جنوب المملكة في عسير ومجران دون الحقيقة بياخدوا ساعات طويلة في السفر لكن الجالية هناك جالية ناشطة جدا واستطاعت أنها تحشل أعداد كبيرة وسجلنا أعداد يعني مرضية جدا في الساعتين دولي تمام اليوم الأول كان عدا بمتهى اليسر والسهولة بفضل طبعا التعم الفني والزملاء المفادين من عند حضرتكم لم تسجل أي مشاكل فنية باستثناء يعني تسجيل بعد دوازات السفر وتم حملها بالزبط فن تمام برضو يعني بتنتصف معاملتنا بالمرونة كبيرة الشرط هو التحقق من الشخصية وده ممكن الموطنين كتير منهم يدلوا أسواق تمام فكل شكرا لحضراتكم وإحنا نستمرين شكرا فندم لحضرتك فتر شكرا سيادة السفير ياسر هاشم ميلبورن أستروليا صباح السفير على حضراتكم سيادة المستشار كافة التقدير لسيادتك والزملاء في الدعم الفني وجزيل التحية للزقائي وزملائي سعادة السفراء النهاردة اليوم الثاني ساعة سبعة وربعة عندنا مساء اليوم الأولاني مر في المنتقى السهولة واليسر كان فيه بعض النقاط الصغيرة اللي بتعمل فني حتى ما لحقناش ان احنا نشتكي منها النهاردة اليوم الثاني رغم الأحوان الجوية سيئة جدا عندنا مطر لم ينقطع من الأمس إلا أن الإقبال متزايد جدا ويشهد وصول مجموعات من الولايات الأخرى غير ولاية فيكتوريا اللي فيها الدعم التوقع إن شاء الله بكرة الأحد حيشهد إقبال كبير جدا جدا في ضوء الترتيب اللي احنا قيمين به مع تجمعات الجالية ومجمعات المختلفة في المنتقى مرة أخرى فكرر شكرا لسيدكم ولكافة الزملاء وإن شاء الله الأمور كلها حدث في المجتمع التوفيق والنجعة شكرا سيادة السفيرة ياسر شكرا فنم سيادة السفيرة تسام هانم رخا في أستانا كغازستان فضالي فنم اتلاعينا حدثك المشكلة فضالي فنم مرحبا سيادة السفيرة يعني حدا متوجه لحدك بخالص التحية ومخالص الشكرة على تنظيم الاجتماع المهندرة وخالص الاجتماعي لتدى السفراء ونحن بركنا طبعا الأجواء في كازاخستان شديدة بالجدودة لخدران كده يعني توفض العديد من المهندين والحضر الله العملية بسيرة وما يضغون لكدت أي مشكلة تنية طبعا بفضل فريق الدعم الفرني ويعني التوجه مارك أخرى بالشكر وما لم نساكل لأي مشاكل حتى الآن مع حضرتك إن شاء الله لغاية تمام الغلق إن شاء الله وأشكر حضرتك فنم سيد السفير رجائي توفيق في ماليزيا ممكن فنم تفيدنا ما هو الموقف عند حضرتك؟ سبعة فيه ساعة متشار تحياتك تعدد بجميع جملة صفراء العزاء انبال احتراج من أنه كان يوم عمل ومع ذلك كان فيه تواف الديبير لنجاليا وحتى كانت محلحة من التلاق وإحنا تأيسرنا مع الجامعة كانت محلحة من الناس وكانت محلحة من المشايخ الأظهر ومع ذلك كانت محلحة من المشايخ الأظهر ومن حسن الضالع وكانت محلحة من دقائق بريق مصر قوم البوكي وكانوا حرصين أنهم من شاء الله يشرفونا النهاردة بكرة لانتقال للصفارة وأشكر حتى أعضاء الآية على تنصيف المبكر لسهل كل الجمهور ومع ذلك أي مشكلة شكرا أشكر حضراتكم جدا بالتوفيق وأهلا لهذه المهمة وبعيد ثاني على حضراتكم وعلى السادة السفراء في كافة اللجان أنه تأثيرا على كافة المصريين المتوجدين في الخارج التحقق من شخصيته عند سيادتك السفرات التي بيها تابلت دي طريقة اطلاع على قاعدة بيانات وفي المنظومة الأخرى في الحاسب الآلي ممكن لإدخال الرقم القومي يدوي والجديد حضرتك أنا مع حضرتك اتصال مباشر في حالة وجود أي بطاقة غير مقروعة حضرتك تواصل معنا مباشرة هنتأكد ونمكنه من الإدلاق بصوته تيسيرا على المواطنين وعشان مباشرة حقوقهم السياسية وبنحسطهم برضو زي ما حدرتك حسطتهم أنهم المشاركة ده واجب وطني واحنا مع حضراتكم وبردو لو حتى بطاقة الرقم القومي منتهية يمكن من الإدلاق بصوته وبشكر حضرتكم وامتابعين مع حضرتكم ساعة بساعة شكرا جزيلا يا فنم احنا كده احنا مستمرين مع حضرتكم لإطلاعكم بما يستجد ومستمرين لمواجهة اي مشكلة فنية قد تواجه اي مصري متواجد خارج جمهورية مصر العربية لمساعدته في ان هو يدلي بصوته ومباشرة حقوق السياسية ومن دلوقتي برضو نحاول نتكلم ان احنا نحس المواطنين على المشاركة للواجب الوطني وبشكر حضرتكم للمتابعة واحنا متواصلين حتى غلق اليوم التاني ان شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا يا فنم شكرا يا فنم